طب إزاي نعلم الناس تحمي نفسها دايماً على السوشيال ميديا في عصر التكنولوجيا وزمن 2023؟ أول حاجة هتدخله على إعدادات المت... العفواً السوشيال ميديا بتاعتك سواء فيسبوك إنستجرام يعني الكلام اللي هقوله ده هيتطبق على جميع المنصات هتدخله على... سواء العطل كان في الفيسبوك بس صحيح مش في بقية المنصات بتاعتك لا لا كان في الفيسبوك فعلاً بس والطبيق زي ما قلنا هتدخله على الإعدادات ومن الإعدادات الخصوصية الخصوصية وبعد الخصوصية هتدخله أول حاجة هتعملوها هتفعلهم مصادقة ثنائية يعني 60% من الناس اللي بسمعونا دلوقتي مش يكونوا عاملين اللي أنا بقوله ده يحطوا رقم موبايل غير موجود مع أي حد يعني أكيد كل واحد فينا إقلابنا مع رقمين هيختار منهم رقم يربطوا بالأكاونت بتاعه عشان ما يكونش معروف إن الرقم ده بتاع الأكاونت ده واحد ده المصادقة الثنائية إنه هو أول ما يشغلها لو أي حد لقدر الله فتح الأكاونت أقل لها هتجي لك ريكوست أو رسالة إنه في حد بيعمل وفي أرقام اتبعت تليك الأرقام دي سرية تماما مهما كان حتى موظف الفيسبوك نفسه مش بيطلبها منك ده أول حاجة تاني حاجة الباسورد بتاعتك لو مش موجودة بالشروط اللي أنا أقولها دي أعرف إن حسابك ضعيف جدا وممكن يختارك بسلبيات الزكاء اللي صناعة أو بالكراكينج بروجرام اللي موجود في الزمن اللي إحنا فيه لازم تكون أكتر من 16 حرف ورمز وكابتل وسمول وأرقام لازم يكون فيها الخمس شروط دي خمس شروط دي مهمة في أي باسورد تاني حاجة تالت حاجة لازم برضو تحصل إن إحنا ما نوحدش الباسوردات على جميع المنصات اللي موجودة يعني مثلا لو أنا مختارك سيء أنا لو خدت حساب حضرتك هلفه على جميع منصاتك كلها بحساب واحد فبالتالي دي ناخد بلا منها جدا وخصوصا الجيميل اللي مربوط على نظام الأندرويد لأن الجيميل ده لو حد عرفه حقيقي موبايلك كله هيكون مراقب 24 ساعة عن طريق الحد ده ممكن يعرف مكانك ممكن يسحب الصور اللي معمول لها سينك على الجيميل ممكن يسحب الكونتاكتس الموجودة فبالتالي هي فيه ناس ممكن تشوفها حجابة ده هي اللي احنا بنقولها بس ده على أندرويد لكن الـ iOS لأ الـ iOS اللي هي طرق تانية من ناحية الـ iCloud اللي موجود عليه اللي هو الإيميل الخاص تبع الـ iOS حتى الجيميل لو كان مربوط عليه لازم برضو يكون الباسورد قوي بالشروط اللي احنا قلناها وما ينفعش يكون مع حد تاني لعني أغلبنا لما بنيجي ننزل نشتري موبايل أو أي حد منخلي السيلر أو البيع نفسه هو اللي يعمل لنا الـ data والإيميل فده أكتر حاجة ما ينفعش حد يعملها أصلاً لأن دي خصوصية وزي ما أستاذ محمد قال في بداية الفقرة أنه إحنا فيه خصوصية وفيه رسائل لا هو الموضوع الحمد لله ما تخطاش أن الواحد يدخل يقرأ رسائل الناس زي ما كانت فكرة أو كده ولا تحصل كاسة كبيرة بصراحة ترجمة نانسي قنقر